ملفات الازمة الاوكرانية والامن السيبراني وخطر تمدد النفوذ الصيني حضرت امام مجلس النواب الامريكي في ظل الاستماع لشهادة كل من وزير الدفاع لويد اوستن ورئيس هيئة الاركان مارك ميلي اوستن حذر من ان الاسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة بخصوص الحرب في اوكرانيا مستبعدا في الوقت نفسه استخدام بوتين للسلاح النووي من الصعب توقع ما يفكر به بوتين ولكن مجرد استخدامه الصواريخ فرط صوتية فهذا لا يعني انه مستعد للتصعيد باتجاه استخدام الاسلحة النووية كما انه استخدمها منذ اسابيع وبهدف تحقيق اثر معين وهي تتحرك بسرعة عالية يصعب معها ايقافها بوتين لديه خيارات كشن هجوم سيبراني او كيميائي وهي امور نتابعها بدقة ولكن لا اعتقد ان ذلك سيدفعه لاحقا لاستخدام السلاح النووي جلسة الاستماع شهدت كذلك تأكيدا من قيادات البنتاجون على اهمية الامن السيبراني بالنسبة للولايات المتحدة في الفترة المقبلة وتخصيص مبالغ مالية كبيرة لدعمه وتعزيزه في ظل تحذيرات من قبل رئيس هيئة الاركان الامريكية من عدم الاستقرار على الساحة الدولية ندعم حلفاءنا الاوروبيين ونحمل جبهة الشرقية لحلف شمال الاطلسي في وجه حرب غير مبررة من قبل روسيا نواجه قوتين عظميين هما الصين وروسيا وكل منهما لديه قدرات عسكرية مميزة ندخل عالما اقل استقرارا واحتمالية المواجهة الدولية بين القوى الكبرى تزداد ولا تقل الجلسة ترافقت كذلك مع مطالبات من قبل بعض النواب الجمهوريين بزيادة الانفاق الامريكي على مخصصات وزارة الدفاع والتسليح مخاطر مستقبلية وتسريع في وثيرة التسلح وزيادة في مخصصات الانفاق الدفاعي والعسكري للولايات المتحدة كلها تبدو جلية في كلمات أوستن وميلي على وقع العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا مجدي يازيجي سكاينيوز عربية واشنطن